بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الأربع 17-22 سنة 2021 معكو في وازح صين من قرية حرفيش أنا موجود في قرية أسفيا في بيت الشيخ أبو عنان زيدان عطشي العم أبو عنان إنسان غني عن التعريف أما بدي أحكي بعض الأشياء الأساسية الشيخ أبو عنان من موليد سنة 1940 بالمناسبة نتمنى له العمر الطويل والصحة وهو إنسان نقدر نقول عنه نادر يعني لأنه من أوائل اللي تعلموا في الأقلية العربية في بلادنا تعلم في السنوية في المدرسة الإكلريكية في الناصري بعدية في سنة 1965 التحق في الجامعة لللقب الأول اللغة العربية والعلوم السياسية بعدية استمر لللقب الثاني في الجامعة العبرية في العلوم السياسية وبدأ يشتغل في الوسط الدرزي كمركز للشبيبة وأقام فروع نقدر نقول في كل القرى وبدأ يشتغل كمان في التلفزيون الإسرائيلي كصحفي مراسل من الأوائل في هذا المضمار العنب عنان سيرته طويلة وإنجازاته كثيرة في سنة 1972 عين قنصل في البلايات المتحدة الأمريكية نقدر نقول أول قنصل من الوسط العربي من الأقلية العربية وبنفس الوقت كمان اشتغل كديبلوماسي بهيئة الأمم المتحدة ومثل الأقلية العربية والطائف المعروفية ودولة إسرائيل على أكمل وجه بعد ما رجع من برة في ظروف سياسية في سنة 1977 دخل في المعترك السياسي المحلي ودخل الكنيسة الإسرائيلي كعضو برلمان لدورتين وكان فيه كثير نشاطات ومدولات في الكنيسة الإسرائيلي في كل ما يخص الأوضاع الاجتماعية والسياسية للعرب والطائف المعروفية بالإضافة للصراع مداخلات بما يخص الصراع العربي الإسرائيلي لإقامة لجنة المتابعة في ثمانينات القرن الماضي بما يخص الدروز في لبنان فضل أول شيء أهلا وسهلا فيك وشكرا على الفكرة وهي إثراء للأجيال القادمة إن شاء الله نعم إذا شاهدوها وشافوها وعرفوا عنها الأشياء التي حبوها والبدين إياها نعم الحقيقة أنا من دراساتي للأقليات وهذا الإشيء اللي اختصيت فيه أنا دائما من دراساتي للأقليات افهمت هي كانت الوظيفة تبعتك بالنسبة للأقليات الثاني أين 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 افهمت إنه لا يمكن لإنسان أن يقود أو أن يترقص أي مجموعة بصورة فردية وينجح فيها من ناحية الدول اللي هو عايش فيها أو من ناحية الدول الأخرى هذا كان مبدع عني يعني إنه إذا ما كانت مجموعة وما كانت هيئات أو مؤسسات لأنه الأغلبية دائما بتحبش المأسسة للأقليات بحببون تظلم فرفطين لأنه بظلوا ضعاف فلذلك إجت محنة لبنان وحربها وأيقضتنا على إنه ما في صوت يتحدث باسم دروز لبنان أمام العالم كله وأمام إسرائيل وإقامة ما يسمي طاقم ضغط على إسرائيل لحماية لبنان أسف حماية دروز لبنان نعم وعدم التعرض إلهم في المعادل السياسي في الظروف الحالكي اللي كانت في السبعينات بيومتها ما عليش يعني حكومة إسرائيل عملت صداقة أعلاقة مميزة مع الموارنة في لبنان وربما بالنسبة لدروز يعني كانوا على الهامش وجود وجود عشان هيك أنا عم بقول وإسا إسا بتذكرني أنت في الجملية الأولى نعم يعني قديش استصرخنا كأفراد نعم ولكن ما فادنا الأمر اجتمعنا عدد من الشباب المحترمين وقدرش إذا أغلط أو نقص اسم وهذا بصير أطب علي أما الحرفيش كان في مساهم الحرفيش كان حضرتك فواز حسين وكان الأخ كامل شرف وكان الشيخ أبو علي مهنة نعم فارس وطبعا آخرين ولكننا لا نذكر الأسماء من كل القرى لأنه من نقدرش نحصاها صح كأنه في تكوين أو تأليف هذه اللجنة لسماها لجنة المتابعة الدرزية من أجل سؤول لبنان ودرز لبنان كأنه الناس كانت متعطشة إن كان في أسفيا وفي سائر القرى الدرزية في إسرائيل نعم متعطشة لإقامة هيئة تدير الأزمات الدرزية والمصالح الدرزية في إسرائيل نعم لأن الأكفرية اليهودية كانت تعتمد على المختير وعلى رؤساء مجالس مخترم وكله بن حلال ولكن بدون تنظيم وبيكون علاقة خارجية وبدون استغلال وسائل العلام المكتوبة والمسموعة والمصورة حتى هذا لا ينجح أي نضال ولذلك ركزنا في هذا الموضوع على هذا النضال وأقمنا المؤتمرات في جميع القرى الدرزية ووجدنا طريق وطرق اللي وصلنا للبنان أنا وبعض الإخوان عدة مرات وعشرات المرات وحتى نفرجهم ونسأل ما هي الحاجات في في المعادلة اللي هي خربفت كل الشرق الأوسط الحكي عن معونات مادية ومعنوية مادية ومعنوية في كل نحن نتحدث على هذا بفخر واعتزاز يعني نحن كنا نشتري سلاح ونشتري بدلات عسكرية ونشتري مؤاخذة أحذية عسكرية وذخير عسكرية من لبنان وفي داخل لبنان ومن إسرائيل ونوديها لهناك لدرجة لبنان للدفاع عن كرامتهم وعن كيانهم وعن وجودهم وعن عرضهم وأرضهم أنا بذكر عمي بوانان واحدة من الفعاليات اللي كانت المظاهرة اللي قمنا فيها أمام الكرياء في تل أبيب وأمام الصفارة الأمريكية في تل أبيب بنفس اليوم أي نعم أي نعم دائما يعني نحن وكان واجب علينا أن نيقظ الرأي العام نظر أنه هناك في أقلية اللي عليها مؤامرة صح مؤامرة سياسية بين الحكومات الإسرائيل المتعاقبة وبين السياسة اللبنانية احنا ما دخلنا في السياسة اللبنانية احنا دخلنا في في ضمان وجود الدروز على أرضهم وعلى أرضهم وحماية أرضهم واستقلالية اللي هن في الأصل المؤسسي لبنان الحديث أبدا ففي هاي الطريقة استمرنا أنا أنا بقدر أقول لحد اليوم لأنه في علاقات من هداك الوقت لحد اليوم تربطنا مع أخواننا في لبنان إن كان عن طريقة التواصل الاجتماعي ولا الهواتف يعني كيف يقولوا الأجهزة الإلكترونية ما خلتش إشي ما نتصلش معهم صح ففي هاي الطريقة احنا رفعنا الضيم عن إخواننا ووفرنا كثير من القتلى والأرواح وشجعناهم لا يتركوا بيوتهم في أي حال من الأحوال صح لأن الأقلي لا يمكن لا يمكن لأثري أن تستوعب مظالم أقلي إلا وتستغلها في جميع الجهاد في ذلك فضلنا كأقلي نعتمد على أنفسنا وعلى كرامتنا وعلى بذلنا المادي والمعنوي من التحركات اللي قمنا فيها في كافة القرى الدرزية في إسرائيل وجمع يعني إعلامهم في وضع إخواننا دروس في لبنان وجمع الأموال لتخفيف المحن عليهم وتعرفت العائلات بعضها على بعض كذلك لو ممكن تحكي لنا عن التغيير في النهج الإسرائيلي بعد الضغوطات اللي صارت دور لجنة المتابعة صار فيه انقلابات بضطت أنا عندي كتاب أنا توصلت ل المرحوم من أحن بيجن شخصيا ثلاث مرات في المدة الأخيرة كتب لي أنه لا يسمح مدون في الإنجليزي ومدون في العربي في الكتاب نفسه المترجم من الإنجليزي للعربي لا يسمح لإسقاط أي شعرة من رأس أي درزي في لبنان ولكذلك شجعنا في هذه الكلمة على أساس أن الجيش الإسرائيلي يغير كل سياسة في لبنان نعم فلذلك هذا كان انقلاب هذا كان انقلاب بفضل قبول فكرة التجمع وإحنا إن وجدنا في في إطار اللي بيجمعنا كلها مع بعض اللي هي المسؤولية اتجاه مستقبل لبنان واستقرار الدروز وتنساش إنه إحنا كمان لأنه فرد ما غدا يعمل يشي نعم إحنا عرفنا نستثمر الديمقراطية الإسرائيلية في التنظيم والمظاهرة والاحتجاج أبدا أبدا وكان صوتنا مسموح بالضبط وأنا شخصيا طلعت ثلاث أربع مرات على الكونغرس الأمريكي وعلى أوروبا وعلى أستراليا وعلى نيو زيلاند وعلى لندن عدة مرات عدة محاضرات لتنوير الشعوب عما يحدث من الفوضى في لبنان في هذاك الوقت نعم يعطيك العافي وبدون شك بفضل من الله تعالى ومن جهود لجنة المتابعة حفظ وتأمن الكيان الدرزي في لبنان بالفترة المذكورة الحمد لله مزبوط عمي بوانان بصفتك رجل متعدد المجالات رجل مجتمع رجل سياسي رجل دين رجل علم بدنا نوقف عند موضوع العلم وتحكيلنا بالنسبة لصندوق العون الدرزي المعروفي والفكرة منين التمويل منين وإيه شعورك اليوم بعد ثلاث عقود من هذا الإنجاز يعني احنا منقدر نقول هاي كانت النواة الأولى اللي بضرناها في حقلنا وفي عقلنا وفي تفكيرنا وفي رؤيتنا لمستقبل أجيالنا نعم لما أنا فتت على الكنيسة في الثمانينات في السبعينات بس في الثمانينات جتني فكرة إقامة الصندوق لدعم التعليم للفتيات والشباب الدروس نعم في إسرائيل ولذلك ما كان في عنا ليش لأنه ما في عنا مهنسين كافي نسبة للطواعف الأخرى صحيح لأن المكونات المجتمع الإسرائيلي كنا احنا تقريبا نقارب واحد في المية من إنجازات لذلك أطباء مهندسين هندسائي في جميع المجالات الألمية مهندس كيميا مهندس فيزيكا مهندس اللي بدك إياه بسرورة تعلم لذلك لذلك كانت موضوع النقص المادي الموجود في تمويل التعليم فأجتني فكرة وطلعت على أمريكا لمؤسسي يهودي تقوم بإعطاء الحسنات والدعم لجميع اليهود في العالم أنا بسبب كوني قنصل تعرفت لما كنت قنصل على هذه المؤسسة وعلى رئيسها ولما حكت له الحاجة لإقامة مؤسسة تضمن تعليم المؤهلين والبارزين للتعليم في المستقبل الدروس في إسرائيل ولكن النقص المادي بيكون حاجز وحاجب فلذلك قال لي إحنا مستعدين الشخص هذا رئيس الصندوق الأمريكي إحنا مستعدين أن نكون شركاء في تمويل وتجريع التعليم عند الدروس في المواضيع التقنية نعم أذكر أنا في سنة 1986 عملنا الاجتماع الأول في عكا وكان هناك سخاء غير شكل من قبل المشاركين وكنا بس حوالا 31 فلذلك أقمنا الصندوق وما زال الصندوق الأمريكي وأينما كان كنا وسجلناها كجمعية مسجلة في مسجل الجمعيات الرسمية في إسرائيل على أساس أنه نكون منظمين لغاية مع كل المؤسسات ومع كل الهيئات إن كان سكرتارية أو رئاسي أو مراقبة يعني تقريباً أكام طالب وطالب من أبناء الطائفة المعروفية حصلوا على هذه المنح في هذه الفترة أنا بقول لك صاحب أعد يعني مرة مرة عديت صح كل سنة أحنا كنا نوزع المعدل لأنه في عمران نوزع 300 منحة أو 200 منحة أو 100 منحة فلذلك المعدل العام كان يكفر الطلاب تشجيع يفوتوا على الجامعة يعني نسبة كبيرة من الخرجين ومن اللي بتعلموا اليوم حصلوا على هذه المنحة أنا لما أقلنا الصندوق كان في عنا بس ثلاث شباب في التخنيون اليوم اليوم في أنا أكثر من 180 شب وشبي في التخنيون ناهيك عن الجماعات الأخرى زي مثلا براودي براودي نص صدروز هناك من الجليل عمي بو عنان بعد العمر الطويل مين بده يرافق الصندوق هذا يعني في هيئة وفي إدارة عشان هيك شو المشكلة ما هو إذا كنت أنت فرد في أي أضام ما في لك نهاية صح إذا انتهيت وما أسست وراك شيء ما نها الحلم مات راح انتسع ويبس وجف فلذلك الإدارة في سكرتير وفي أمين صندوق وفي رئيس صندوق وفي سكرتري وفي لجنة لجنة إدارة كله مرتب فلذلك إن شاء الله بعد عمر طويل إن كان يعجزنا وإن كان الله أخذ ودعتنا الصندوق بظل يكمل إذا عرفوا الشباب وإن شاء الله بيعرفوا لأنهم مرافقين في هذا الهجال وأنا بشكرهم جدا على هذا الإخلاص بدون شكل فكرة وحجر الأساس والمجهود الكبير إليك الفضل وإليك الشكر عليه بتوفيق من الباري تعالى أعطيك العافية في نهاية اللقاء بدك سؤالين على الماش مثل ما بقوله أول شيء كإنسان رجل متدين رجل متقف رجل إليك باع طويل في العمل الاجتماعي والسياسي شو وصيتك أو شو رسالتك لأبناء الطائف الدرزية في البلاد الإصرار 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 على التعليم الجامعي والأكاديمي في المجالات التقنية والهندسية واللي بيسموه الهاي تك لأنه إذا ما في يعني إحنا بلا مؤخرة لما أقمنا الصندوق إحنا كنا قليلين من ناحية المعنوية في المجتمع الإسرائيلي لأسرار المتعلمين فلذلك وجود الصندوق وهذا التعليم وهذا التجريع وضع الخارط الخارطة الدرزية على مشاكل إسرائيلي العام الداخلية والعامة فلذلك هذا كان مهم جدا إنه بدون توعي ما في نضال ما في نضال لأنه في حواجز فلذلك أول شيء تعلموا يا إخواني ويا أخواتي وإن شاء الله الصندوق والآخرين وصندوق أخرى من يوم ما قمنا الصندوق بعدنا بسنتين أقيمت صحيح لذلك سننا نتنافس أو نتعاون في المعلومات على الطلاب ونلقيهم ونعطي هاي المنح الدراسي حتى يقدر يقوم لدراسيتين هاي وحده ولكن الشيء الثاني للمتعلمين والمتعلمات وللمجتمع بدون نواة بدون تنظيم بدون هيئة مركزة لأي شيء لا تسمعنا العالم كله يعني أنا بروح على بريس وبلدك محاضرة رجعت من المحاضرة انتهى الأمر صح ولكن إذا أنا كنت في بريس أتكلم باسم الطائف الدرزي والهيئات تبعها معناها كلامي يبدو نغال المؤثر على السامعين وهذه قصتنا مع الصندوق الأمريكاني اليهودي اللي بعده بدعم الطلاب للهم إنه معززين قوانا في هذا الموضوع حتى نكمل المسير ويكون للطائف الدرزي مقام ومكان ومتسع تعبر عن عراها وتحص الحقوق هون نعم بدي أستغل شيء بقوله الطاقاتك وباعك الطويل وأعمالك المحترمة ونقطع لحدود كلمة قصيرة لدروس في لبنان في الأوضاع البائس اليوم وكلمة أخرى لدروس في سوريا خاصة في جبل الدروس يعني إحنا منقول عنا وأنا أؤمن من دراساتي إنه إحنا عم نمر في محني نعم إحنا عم نمر في محني هون لأنه إذا امتحنوا الدروس إن محنوا في سوريا إن محننا إحنا نعم وإذا محنوا في لبنان إن محننا إحنا إسا إحنا صلنا مجابهين عدة محن مع الدروس إخواننا في لبنان وإخواننا في سوريا أضمن شيء للإنسان كبير وصغير طفل وكبير البقاء على الأرض لأن الأرض البقاء على الأرض والدفاع عنها وعن ملكيتها لأن الأرض هي اللي بسميها أنا شهادة البقاء للطائف الدرزي مظيم الأرض هي شهادة البقاء ولذلك أنا أقول إحنا ما في عنا ما في عنا رؤساء ولا دول إحنا مجموعة في دول بس إحنا نؤمن إنه بقاءنا على أرضنا إن كان السوري في سوريا وإن كان اللبناني في لبنان وإن كان هون بقاءنا على أرضنا هي الضمان الرئيسي لبقاءنا والإستمرارية وجودنا وقيمتنا وثقلنا والوزن النوعي للطائف الدرزي كل احترام شكرا عمي بوانان إن شاء الله الجوهرة هاي بيظلها كاملة والتعاون هذا بيظلنا إحنا قلنا وما زلنا نقول لهم في محنة لبنان إحنا ما خلنا من لبنان ما خلناش حدا يجوع ولا يحتاج أي شيء ككل الوقت اللي كنا موجودين في السبعينات والثمانينات في سوريا ما بدي أحكي ولا بقدر أحكي الأموال اللي صرنا بعفينها عن طريق صندوق بني معروف للأخوات والإخوان في سوريا ترفع الرأس لقبل 50 و60 جيل قادم من شبابنا وشباتنا يعطيك العافية وبعد مرة نتمنى لك العمر الطويل والصحة والله تعالى يفيك عننا الأشياء اللي عملتها على مدار 40-50 سنة من العطاء ومن الأحلام اللي قسم كبير منها اتحقق يعطيك العافية كل الاحترام هاي خميري للآخرين بارك الله فيك هاي خميري للآخرين من شان يستغلوها إن شاء الله ويتعلموا منها ويكملوا هاي المسيرة بارك الله فيك